أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم المتواجدين في ساحة القديس بوتروس في الباتيكان حيث جاء في مقابلته أيها الأبو الأقدس يصر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنردتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع حبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تكلم قداست البابا على بولوس الرسول الحقيقي في إطار تعليمه في الرسالة لأهل غلاطية قال شعر بولوس بأنه ملزم بتذكير أهل غلاطية بأنه رسول حقيقي وذلك ليس بسبب استحقاقه بل بسبب دعوة الله له لأنه قبل ذلك كان مضطهداً للكنيسة وفرسياً غيوراً ومدافعاً عن تقاليد الأباء ومؤيداً قوياً للشريعة بل كان مجدفاً مضطهداً عنيفاً ومن ناحية أخرى بيّن رحمة الله تجاه الأمر الذي قاده إلى الارتداد فمن مضطهداً للمسيحيين دعيا ليكون رسولاً ليعلن إنجلا يسوع المسيح كان بولوس مليئاً بالدهشة والامتنان لأنه لم يتوقع أن يصبح رسولاً للمسيح ومبشراً به بين الوثنيين وأنهق داست الباب تعليمه قائلاً إن طرق الله غامضة لا تستقصى كما يقول الكديس بولوس نفسه ونحن نلمس ذلك كل يوم لمس اليد لسيما إذا عدنا إلى اللحظات التي دعانا فيها الله يجب أن لا ننسى أبداً الوقت والطريقة التي دخل بها الله حياتنا يجب أن نحفظ دائماً في قلبنا وفي ذهننا لقاءنا مع النعمة عندما غير الله حياتنا الله يدعو كل واحد مننا حتى لو كان خاطئاً وضعيفاً وليس في حياتنا شيء يحدث صدفة بل كل شيء جزء من خطة الله الخلاصية علينا أن نعلم ذلك فنحمل رسالتنا عالمين أن الله هو الذي يرسلنا ويؤيدنا بنعمته التي تغير حياتنا وتجعلها حياة تستحق أن نعيشها في خدمة الإنجيل